نشرح المثال الثالث مع الملزمة الثانية هذا أنا كنت أجلت أنا سألت صباحي سويت تصويت لماذا سألت صباحي ترى هو المثال سهل ما بيشي بس الحل ماته يعتمد على الرسم يعتمد على الرسم فالذلك السبب سألت صباحي قلت لهم حلتوه ولا شرحتوه لأن هذا الشرح ماته يعتمد على الرسم هو سهل خنشوف شو نفسه على هذا يقولي بهذا الفيقر The Active Gauge وين ال Active Gauge هذه المقامة RA سميناها هي ال Active has a resistance of 172 Ohm خلينا نسجل بدأت ملاحظات مهمة هذه المقامة RA لاحظة لاحظة هذه المقامة RA يجب مقامتها RA يجب 100.72 Ohm وين ال Unstrained في حالة يعني شنو Unstrained يعني ماكن عليها ضغط يعني ماكن عليها اي load لاحظة كتب شنو No Load يعني من هذا باعتبار شنو هاي قيمة RA الأصلية بدون اي ضغط و اي load بدون اي شيء جيد and the output voltage of the bridge Unstrained was 1.3 mV في حالة المقامة بدون load بدون Strain يجد الفولتية طانياها V يساوي ناقص 1.3 mV جيد Now RA 100.72 Ohm و V سأولي ناقص 1.3 mV هذه في حالة Unstrained جيد The Shunt Resistors هنا اذني المقامات هنا اذني المقامات هنا يجب ان ترى مثل السويتش هذا عندما سأسد الربطاء المقاموية المقامة على التوازي ثم افتحها ثم اصد هذه الربطاء و هذه التوازي ثم افتحها اختار مقامة اريد اربطها المهم The Shunt Resistors الذي اذني الكلاثة او في 10 كيلو اوم 15 كيلو اوم 33 كيلو اوم 10 كيلو اوم و 15 و 33 ثم او في 10 كيلو اوم ثم اوم 13.7 mV يعني في حالة المقامة 10 كيلو اوم 10 كيلو اوم اوم 13.7 mV و في حالة المقامة 15 15 كيلو اوم اوم 8.7 mV 30 و في حالة المقامة 33 اللي هاي الثالثة الار 33 كيلو 3.3 mV ثم اوم ثم اوم كل موجبة مثلا على التوازي when each intone was temporarily connected across the active gauge يعني في مرة ربطت العشرة هاي هاي 15 و هاي مرة 30 مرة ربطت العشرة طاني فولتية 13 بعدين فتحتها مرة ربطت 15 و طاني فولتية 8 بعدين فتحتها مرة ربطت 33 و طاني فولتية هاي يعني كل واحدة ربطتها بواحدة و يشنو الار مرة هاي مرة هاي مرة هاي زين خنشوفوه بعده ترى سعر ما كامل a load was now applied to the structure هسا خلينا load خلينا حمل يعني صلطنا strain على هذا السنسور ماتي to which the active gauge was bounded زين on the bridge output voltage of ناقص 6.6 مليفولت يعني لما انا اصلت load على هذا السنسور مو المقاومات تلاح تتغير مئة بالمئة فاذن هنا ارأي لحصر عندي مقاومة جديدة ايه في حالة شنو with load بس ينارى مقاليش قاد مقامته بس يقالي صلطة load على هاي الاري بس ما قاليش قاد مقامته بس قالي شنو قالي الطاني الفولتية الطاني الفولتية طلعت لي فولتية هنشوفها ناقص 6.6 مليفولت نقولها ناقص 6.6 ملي فولت زين نجي نكمل was recorded ناقص determine the strain adductive gauge the gauge factor of the strain gauge 2.1 الطاني الكي اللي هو معامل gauge factor 2.1 2 شي ريد ريد السترين اللي هذا رمزنا له احنا بكل سهولة اذا ريد نستخرج السترين مو من هذا القانون التغير في المقامة هذا اللي تعلمنا عن مقامة الأصلية يساوي لي كي في شنو الاسترين الكي عندي المقامة الأصلية عندي اللي هياته الاري في حالة النولود 100.72 اوم بس شنو بقى المجهول هذا التغير في المقامة اللي وهذا الاري في حالة اللود يعني الاري في حالة النولود شقيت ناقص 1.3 مليفولت الاري في حالة اللود اللي منعرف قيمتها الثانية ها 0.6.6 مليفولت خليني يجي شون استخرج هاي الاري في حالة اللود عمو تشوي لان اذا استخرج الاري في حالة اللود اطرح اطرح في حالة اللود ناقص النولود عمو يطلع عن التغير بهالي المقامة واستخرج خليني نجي نعرف شون استخرج هذا الاري في حالة اللود زين اسحنا الريد الاري الجديدة خليني نكمل الحل شوف هنا وش هاي يساوي هو الحل يعتمد على عدة مقامات وعدة فولتيات عندي اكثر من مقامة عندي اكثر من فولتيات كل مقامة تطني هاي لقيت فولتيات فعني ارسم مخاطط بين الفولتيات والمقامة وبعدين اسقط الرسم واطلع المقامة اللي اريده اساعدك كوش مفتهمني منه سلحة شهتة خلنشوف شوش تحيصير باعونا السلووشن باعونا السلووشن حالة في عشرة الاف على مجموحن طاني تسعة وتسعين بونت سبعة اثنين اوم اه شنو في حالة مقامة عشرة كيلو لما ربطة توازيوية الاري اسا في حالة المقامة الخمسة عش كيلو ربطة توازيوية الاري شيطي جد الطيني مية بونت صفر خمسة اوم وفي حالة الالي 33 كيلو اوم جد الطيني مية بونت اربعة واحد اوم هاي مية بونت صفر خمسة اوم وهي مية بونت اربعة واحد اوم يعني كل واحدة التتني مقامة مكافئة زين وهو جغال بالسؤال وقال كل واحدة التتني فولتية معينة صح لمن هنا سجلناها الار ام العشرة جد التتني فولتية 13.7 مليفولت اذا هنا هاي ام عشرة التتني هنا باعتواجت 13.7 مليافولت والار امضل تتني ثماني باعتواجت 1.7 الارو Period 3.7 مليفولت وفي حالة تابعة واحدة واي 18 صوري مليفولت والار ام الر وwyn الر cres Shakespeare 13.3 مليفولت هاي جد optimistic 3.3 مليفولت زين does give me decision هو طبعا게 وفي حالة الار ويال لودش قد طتني ناقص 6.6 ميلي فولت دعونا نعرف كيف ستغرجها يقول لي اتشكوفين رزيستر في انقلاج دان رزيستر of the unstrained, strain gauge, alon, simulate compressive هذا ما لاحقوله كله مختصر الحاجي هنا نجد يقول كل مقامة طتني فولتية معينة فاني شا حن سوى هنا يقول لي ارسم لي مخطط يبدى من ناقص 20 ميلي فولت الى 16 ميلي فولت هذا وين على محور X فاني شا سوى اللازر احنا شنساوي نساوي هذا الشي نسم له رسم بياني يبدى من ناقص 20 لي وين الساني حددت يعني ناقص 20 15 10 5 15 15 15 يعني تقريبا 16 صار هنا هاي خلنقول لي 16 فمن ناقص 20 الى 16 ميلي فولت وراه شي يقول ويقول لي سوي لي هذا على محور X وعلى محور Y سوي لي مقاومة تبدي من وراه شي يسوي شوفو ناس لو تلاحظون المقامة اه شا سميه 99 تتني 13 المقامة المية تتني 8 المقامة المية بوينت 4 و 1 تتني 3 يعني كل ما قاعدت تسجاد مقامة قاعدت تقلي الفولت قاعدت تقليلون ليش مو علاقة طردية بين مقامة الفولتية لا ليش هاي هنا نتوالي اي اقصد قاعدت تربطوها توازي فلما قاعدت تربطوها توازي قاعدت تصير العكس زين نكمل فبال 99 الطاني هالكت فولت هي بالمية الطاني هالكت فولتية 8.7 ملي فولت وبالمية و 0.41 طالي هالكت فولتية فحنا شنسوي نرسم كل واحدة اول شي اخذ هاي 99.72 وين 99.72 تقريبا 99.7 ايه هنا بهالنقطة زين وين الشي اسمي 90.72 قاعدت تنيفولتية 13.7 فاسقط من ناني الهناني هاي ناني تقريبا 14 هاي 12 12 13 هاي الهي 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 فهاي النقطة هي شنو الهي 13.7 و 99.7 سبعة اثنين رسمت اول نقطة اللي هاي 99.72 و 13.7 ملي فولت قصب الثانية اللي ها 100.05 يعني تقريبا 100 و 8.7 وين 8.7 هاي العشرة هاي خمسة هاي ستة سبعة ثمانية هاي الثمانية فهنا ها تقريبا 8.7 لحد دي وين لحد المية اللي هاي النقطة هاي النقطة الثانية اللي هاي نقطة الثانية اللي هاي 100.41 وين هاي 100.41 هاي 100.5 هاي تقريبا 100.41 وشنو جديد بفضل هي 3.3 وين 3.3 هاي 1 2 3 هاي تقريبا 3.3 فهنا هاي تقريبا النقطة هاي جديد 3.3 و 100.41 هاي النقطة الثانية وهنا لننسى انو ماتي النقطة الابتدائية يعني شنو النقطة الابتدائية يعني في حالة المقامة ما بها اي لود وما مربوطة ويا اي مقامة اخرى يعني في حالة اهج الحالة ذني كلن يكون اني اللي سويتشات اوبن يعني بس هالمقامة مرتبطة ذني مما مربوطة وياها وبس هالمقامة شغيرة قيمتها 100.72 شغيرة اضطتني فولتية في حالة 100.72 اضطتني ناقصا 1.3 مو هنا نسجلنا فالمقامة في حالة النولود مو هي قيمتها 100.72 شغيرة اضطتني فولتية ناقص 1.3 فهمين اعجي ارسلها فالمقامة وين الـ 100.72 تقريبا ايه هنا هاي الـ 100.72 الفولتية ناقص 1.3 هذا ناقص 1 ايه ناقص 2 ايه ناقص 3 هذا ناقص 1 ايه هنا تقريبا ناقص 1.3 فهين الـ 100.72 وهي ناقص 1.3 هنا لحصير النقطة اللي هاجقيت ناقص 1.3 و100.72 انا رسي اطلع لي هذا الاشي اسمه سلو تشوفون هذا لو اوصل خاطبيناتهم يصير هاي علاقة لينير المهم نكمل اوصل انا قللي انا رسيت هاي الرسم انا قدشنو اجر خاطبيناتهم نجيب مصطرة انجر خاطبيناتهم نحاول نسويه بالوسط كلش انا بخش مصطرة انا تقريبا خاطئشي حيكون هذا هو الخاطب ماتتي سوف نستمر بعض لين نحتاج انا بخش مصطرة هذه الفولتية ناقص 6.6 ميليفولت فمن هذه الفولتية ناقص 6.6 اقدر استغرج العرعي وين ناقص 6.6 هذا ناقص 5 هاي تقريبا ناقص 6 هاي ناقص 7 هاي ناقص 8 هاي ناقص 9 هاي ناقص 6.6 هاي تقريبا ناقص 6.6 يصير هنا بالنصف فااجي اسقطع الرسم لحيجي لهنانه هاي ناقص 6.6 وين سعدت النقطة سعدت لهنانه هاي النقطة شتقابلي بالمقاومة 101.5 اللي وهنا نجقيت من طنيا 101.06 فمن هاي الطريقة عرفت المقاومة ماتتي في حالة اللوت من الفولتية اللي هاي ناقص 6.6 سقطتها على الرسم وصلت لهذا الكيرب ماتتي وشفت هنا شتقابلي على محور وي اللي هو مال مقاومات شتق طلع هنا هاي المية واحد وهنا فوقها بشوية اذن 101.5 هو كاتف شتق 0.06 خلنك تبع مثله فإذن هنا استخرجت شنو المية واحد بوانت صفر اللي هي شنية هاي المقاومة وره ما سلطنا اللوت وره ما سلطنا اللوت وره شا سوي الباقي سهل العملية سهلة ليش في الباقي احنا قلنا صارت عندي مقاومة وره في حالة اللوت ومقاومة اللي هو منطانيها قبل اللوت مقامة أولى مقامة ثانية مقامة ابتداية مقامة انهائية فالقانون اجهة طبقه هذه التغييف مقامة مو جنة مقامة انهائية فهذا المعادة عندي بس مجهول فيطلع لي يطلع 0.00 0.001592 هذا هو هذا استخرجنا إذا إذا تريدون حل أضبط يعني كنتيجة أضبط لهاي المقامة هاي المقامة إذا تريدون قيمتها أضبط هاي قال لي هنا بالسؤال قال لي إرسم لي محور يبدى من الناقص 20 لين للموجب 16 هاي الفولتية على المحور X والY هذا شنو هذا الX الY قال لي من التسعة وتسعين للمية وثنين تسعة وتسعين 0.6 لزقية للمية وثنين هذا الY هذا نقدر نرسمه بالمطلب شون بس بخلوا بباركم هنا عندي هسا لو شون هاذا الرسل المقامة كل ما قاعد تزداد المقامة في حالة 101 فيولتيير يقود على المقامة في حالة 101-6 هنا حالة ogovern axis وعلى المقامة في حالة 100.4 فيولتيير كونه هنا مقامة قلت الرسم الحبارة نقام المقامة في十enta شئ شئ لذلك دي راسم كل ما تزداد الفولتية قاعدة تقل والموجب 16 شي قابل المقامة هل هي الأقل هل هي 99.6 هذا الـ X وهذا الـ Y خليجي نرسمة بالمطلب شوفوا شو هل نحن رسمة هياتي البرنامج عني عندي أول شي نمسح كل شي هزين هذا البرنامج المطلب شين نقول له نعرف احنا شادنا متغيرين X والـ Y الـ X هو ما الفولتية والـ Y هو ما المقامات أقول له X شي ساوي لي مين لاحيبدي الـ X قلنا من ناقص 20 ولا 16 فأكتب ناقص 20 space 16 بالموجب هذا الشنو هذا الـ X عرفت الـ X أجي أكتب الـ Y شي ساوي لي الـ Y هل باعتبار أكتب مصفوفات أكتب من 102 إلى 99 ما أكتبه هيتش مثل هذا لا هذا الترتيب مات من 102 إلى 99.6 وقلنا لي هل مقامة الأقل تقابل للفولتية علىه والمقامة الأقل تقابل للفولتية على المهم 102 إلى هاي بالموجب أملا 90.6 همينا بالموجب هذا الشنو الـ X والـ Y أكتب plot للـ X والـ Y أرسم لي يرسم لي هذا الفيجر ماتي زين خليجي نعرف حس نشوف هذا عندي الفيجر دي يبدأ من نانا الهنا أسا أنا أريد أستغرج قيمة صح؟ شا سوي أروح على هذا اللي شي اسمه اسمه Data Cursor أدوس عليه شوفنا لا يحدد لي يقول لي في حالة X-20 يعني في حالة الفولتية 20 الـ Y يجد 102 والـ Y قلنا يعني مقامة يعني في حالة X في حالة الفولتية 20 الـ Y المقامة طلعت 102 زين الثاني أريد أمشي هذا أريد أمشي عمود أطلع X ناقص ثلاثة فش أسا حرك زين أسا دا يتحرك أسا دا شوفون X-16 وديقل 15 14 14 12 12 15 أنا أريد أمشي أريد أمشي 6.6 لأن في هاي الفولتية ستطلع لي مقامة وياللوت لأنه قلني في حالة اللوت تطلع الفولتية 6.6 فأني أنزل بعد لحد موصل للناقص 6.6 وصلت لها عبارة أرجع نرجع شوي هاي ناقص 6 شوي أريد أريد هاي ناقص 6.6 تقريبا إذا يطلع الواي 101.1 فهي القيمة مضبوطة أكثر إذا تريدون يعني مثلا تشوفوها هو بالمنزمة قلي 101.0 6 عادي نفس الشي فهي أضباط 101.1 المهم أسا لو أريد نتأكد في حالة الفولتية 13.7 ملي المقاومة مفروض تطلع لي 99.72 جيد السالب فولتية سيجد سالب 6 فأنا هنزل ها لشي 13.7 واشوف المقاومة تطلع لي 99.72 أو رقم قريب لها 12.7 واشوف 13.7 هادي جيد وصلنا لل 13.4 جيد 99.75 هو جيد هنانا 99.72 إذن تقريبا نفس الشي فمنانا اذا تدون تتأكدون انو الرسم صاف هذا هو اذا تدون ترسموه بالمطلاب التالي يستغرجون القيمة أكثر مضبوطة أكثر فهذا السبب عن السؤال هذا أجلته ردت أتأكد منكم لأن هذا ينحل إلا بهذه الطريقة فأنتو صباحي حلتو بهيتشي بالرسم هذا هو الحل ماته هو سهل بس الحل كله يعتمد على هذا الرسم نرسم نحدد النقاط الأربعة ونرسم الكيرف ماتي وسقط الناقص 6.6 فوط وغديها على هذا الكيرف لحما تتمس هذا الكيرف واشوف شقدت قابل لي المقامة مالته ها هي هذا هو الحل مع السؤال الثالث ايه ثالث من الملزمة الثانية أسا لحا سوي أبدي أحل مسائل مع الملزمة الرابعة الملزمة الخامسة بالباور بوينت ما أقول يعني لما نقرأ عليه باور بوينت ما ألقيت بها مسائل خلينا نحل الرابعة ننزل مع الرابعة واشوف بعدين خامسة ذا بها لا لا إلى اللقاء